استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بغزة يتواصل القصف والمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة فيما يتفاقم الجوع في جميع أنحاء القطاع في اليوم الثالث والسبعين بعد المائتين من العدوان الإسرائيلي لا يزال الشهداء والجرح يتساقطون في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة فقد انتشرت تواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين عدد من الشهداء كما انتشلت عددا من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة البردويل في حي الدرج شرق مدينة غزة وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهل العرب المعمداني في المدينة وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي شجاعية شرق مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال التي نسفت عددا من المباني السكنية في الحي كما انتشرت تواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أسرة بينهم أطفال بعد قصف الاحتلال منزلهم في شارع غزة في بلدة جباليا شمال القطاع وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن تواقمها نقلت جثامين شهيد وعدة جرحة أصيبوا في قصف من طائرات الاحتلال المسيرة على شارع السكة شرق مخيم جباليا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان وأضافت الجمعية أن تواقمها انتشرت جثمان شهيد آخر من محيط محطة التحرير على شارع صلاح الدين شرق مدينة رفح جنوب القطاع ونقلته إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس وقصفت ندفعية الاحتلال منطقة النصر شمال شرق مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع توغل لآليات الاحتلال في منطقتين أبو حلاوة وأبو الحسين وأطقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس كما قصف طيران الاحتلال منزلا غير مأهول بالسكان في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة واستهدف الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بالقصف المدفعي والرصاص كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مدينة الزهراء وسط القطاع ومع استمرار القصف والمجازر الإسرائيلية واحتدام المعارك وتفاقم الجواء في جميع أنحاء غزة لا يزال آلاف ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم كل ذلك دون أن يلوح في الأفق أي بوادر لنهاية الحرب ترجمة نانسي قنقر